السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتوفرة في كل بيت نضيف عليهم هنا حوالي ثلث ملاعق كبار من الكاكاو نحط كل هذه المقادير فوق النار على نار قليلة جدا ونخلط حتى تنسجم كل هذه المكونات ونشوف هذا السكر يدوب اذا ما لازمش هذا الخليط يكون يغلي فقط يسخن او يدفع حتى يدوب هذا السكر ثم نحط كل هذه المكونات اذا هناك ما كنتشفوه سرعني نحي كاس ولكن عاود ارجعتو لازم حتى نعاود نخلط كل هذا الخليط باش نحي هذا الكاس اذا انا هنرجعو عن بعد نحط نفرغ كل الخليط اللي حدثتو في الكاسرون هنفرغو في الخلاط في وعاء الخلاط تقدروا تستعملوا ام باتور او اللي عندها تدرب او البيتخان تقدروا تستعملو فيه اذا استعملتو انا في هاد الخلاط نضرب قلت كل هاد المكونات حتى هادك الخليط حتى يصبح يعني يتكاثف الخليط ونتحصلوا على كريمة تصلح لي يعني تكون لي تزيين الترطات اذا بهاد الشكل بعد ما يتخلط هادك الخليط ويتكاثف نحي من هادك الخليط نحي كاس ونحتفظ به في الثلاجة نخليه لازم يبرد باش يتماسك مليح ونحتفظ به في الثلاجة لحين تحضير الكيكا هذا هو الخليط اللي نتحصل عليه القاوام نحي كما قلتلكم كاس كما كنتجاهدو هنا على الصورة ونحتفظ به في الثلاجة اما باقي الخليط اللي عندي نضيف عليه حبتين من البيض ونعاود انضرب هاد الكيكا بزف بنينا عندها طعم رائع خاصة يعني اذا استعملت الكاكاو اللي يكون عنده نوعية جيدة راح يكون عندها طعم هايل بزاف وبنينا وخفيفة وسهل التحضير ويعني مقادر بسيطة كذلك لحب هنا يعطرها بعطر القهوة يقدر يضيف قهوة سريعة الذوابان او ملعقة كبيرة من عطر القهوة بعد ما يتخلط اذا البيض نضيف هنا الفارينا وكيسمنا الخاميرا الكيميائية مع الفارينا او الطحين حتى اتحصل على خليط يكون يشبه يعني خليط الكيكا كما نقول احنا المسكوت شون ولعمل هاد الكيكا اذا احتاج الى المول العجيب الاخيرonos اذا كنت شريته يعني مؤخرا وحبيت نجرد في هذه الوصفة اذا 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 كان فى الاخير نضيف حوالي ثلت ملاعق كبيرة من الماء الساخن فى الاخر كامل مقبل ما نفرغ الخالط في السنوة نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الماء الساخن ونكمل نخلط ثم نفرغ الخالط تاعي في المول العاجيب بعد ما دهنته بالزيت ورشت عليه الفارينة لما فرغ الخالط نحاول نفرغه في الوسط تاع المول ثم الخالط وحده رح يمشي على الأطراف إذن رحكم تشوفوا الكثافة على هذا الخالط تكون تشبه شوية للموسكوتشون بهذا الشكل إذن وندخل الكيكة تاعي الفرن يكون ساخر من قبل يعني مش يحتاخد كثير من الوقت حوالي ربع ساعة على درجة حرارة 180 درجة حوالي ربع ساعة فقط في حين الكيكة تاعي تكون طيب نحضر أنسيغو يكون نحضره بكاس من السكر وكاس ونصف من الماء ونخليهم يغليهم جيدا نضيف عليهم ملعقة من عطر القهوة أو ملعقة من القهوة سريعة الذوابان باش نسقي بها هذه الكيكة إذن ها هي هنا الكيكة تاعي بعدما طابت ونحيتها من المول إذن نسقي الكيكة تاعي بهذا كالوسيغو اللي حضرته الكيكة هادي رح تجيكم شربة وتجيكم يعني بنينة وخفيفة ورائعة إذن هذا هو الأسس في الكيكة في المول العاجب وانتو ما هنا دو كان نحن نعطيكم يعني الحشو اللي حنحشي ذاك الفراغ اللي يجي في الواسط يعني اختياري يعني بيمكنكم يعني كان عدة وصفات يعني إما تديروا أنفلون يعني فواكه يعني وش حطيتوا فيه راح يجي يعني روعة إذن نشرب جيدا الكيكة هادي بهذا كالوسيغو وانا هنا الكيكة هادي رايح نعمرها بكريمة الشانتية ونضيف عليها هاداك القلاساج الكاس يعني اللي خبيته في الثلاجة نعمل هنا ثقوب بواسط العود هاداك بش الكيكة ها تشرب النمليح على الجوانب يعني مش بركة تشرب فقط في الواسط ولكن حتى الجوانب حبيتهم يتشربوا مليح لأنه هادي الكيكة كما كنت شوفوا فيها يعني طبقة يعني رايساميكة هادي اللي يجي على الحواف فاني حبتها حتى هي تكون مشربة نشرب جيدا هاد الكيكة وهنا طلعت شانتية كاس من الشانتية غبرت الشانتية مع كاس من الحالي بيكون بارد جدا نحط كريمة الشانتية في الواسط حتى كريمة الشانتية هادي بإمكانكم تعطروها اضيفوا عليها عطر القهوة او اضيفوا عليها ملعقة من الكاكاو يعني لكم الاختيار انا حبيت هاكدا بش نتحصل على اللون البني والابيض خليتها هاكدا على لونها الطبيعي نمشي هاديك الكريمة على كل الفراغ هادك الموجود في وسط الكيكة اذا نحط لك خيم شانتية وبصح نخلي شوية مكان باش نضيف هادك لغلاساج اللي كنت نحيته من قبل هاكدا اذا هادا هو تزين النهائي تاع الكيكة بعد ما حطت لاشانتية فرقت هادك لغلاساج فرقته من الفوق ولاشانتية لقعت لي زينت بها الحواف زينت كذلك بليبيبيتتا الشوكولا ودردرت عليها شوية من كاكاو والبودرة وزينت بليباستيتا الشوكولا هادوك الدوائر البيضاء رايت تباع بالميزان هذا هو يعني وهنا باش نقسم لكم باش شوفوا كيف جات الكيكة من الداخل اذا هادك لغلاساج باش نقولكم يعني هو راح يجي كأنه صلصة يعني يعني ما وش حيكون متماسك بزاف راح يجي كأنه صلصة شوكولا تاكلوا بها هادك لبيسكوي يعني هاد الكيكة بزاف بنينا وخفيفة ها هي هنا امامكم وبسيطة كما شتو كذلك بمكونات بسيطة تعملوا احلى كيكة في المول العاجب نتمنى حبيباتي هاد الفيديو كنا لإعجابكم وهاد الوصفات كنا لتإعجابكم كذلك لأول مرة يشوف الفيديو نتمنى يرجع من الفيديو واشترك في القناة ولمعرفين يعني الأوفياء تعين نقولكم دمتم أوفية ما تبخلوش علي بتعليقاتكم وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله وشكرا لكم شكرا لكم